هيا بنات ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بقى الفخير النهاردة هنعمل مع بعض السلسلة سهلة وبسيطة الخامات جبتها من حارة المزين في العتبة الاسعار هناك كانت تمام يعني ما كانتش عغالية فانزلت وجبت الحاجات في اكتر من مكان هناك تقدروا تشتروا منه ولو حابين ممكن اصور لكم ان شاء الله لما انزل تاني بالاسعار الجديدة فجبت اكتر من متر سلسلة فضة جبت هي الرفيعة دي عجبتني جدا فقلت اجيبها خامتها حلوة ومش بتصدي جبت القصوفة وقصيت الطول اللي انا عايزة للسلسلة وابتديت افصل بقى السلسلة علشان ما تكلكعش لانكم لما بتحطوها عشوائي السلسلة بتروح مكلكعه كده فانتو خلوا بالكم بعد ما قصيت بقى كنت جايبة اكتر من شكل من هناك علشان اعمل سلسلة اعمل انسيال فطلعت اللي هو الفراشة ده انا بحب الفراشات جدا ده كان رخيص تقريبا كان بسبعة ونصف وابتديت ادخلوا خلوا بالكم انتو بتشتروا السلسلة التخن بتاعها علشان احيانا مش بتدخل الشكل حصلت معي وحلتها هتلاقوه في فيديو قديم بنزليه على القناة حل المشكلة دي لان انت لما بتجي تدخليها مش بتدخل فبتعملها زي حلقة كده وبتروحي مركبها في السلسلة فدي طريقتين للسلسلة ممكن تدخلي الشكل في السلسلة على طول ولو السلسلة تخينة ممكن تعمللها حلقة واتركبيها فيها الموضوع يعني سهل وبيتحل وما فيش اي مشكلة ركبتها كانت سهلة خالص كان عندي طبعا اقفال كل منزل مثلا الحرط المزين اجيب مثلا كيس اقفال كان بيبقى بخمسة جنيه اجيب كيس واخليه عندي ففي حلقات مدورة كده بروح مدخليها في القفل وقفل القفل كويس بالبنسة وبعد كده بركبه في السلسلة الطريقة سهلة وعملتها اكتر من عملت يعني اكتر من فيديو فيها الطريقة دي فكانت سهلة خالص ما فيش اي مشكلة وعملت سلسلة مدهبة قبل كده وشوفوا بقى في الفيديوهات هحطلكوا اللينكات في وطبعوا بقى الفيديوهات اللي جاية عشان هأمل حاجات كتيرة في الاكسسورات والهند ميد والحاجات دي كلها انا بجرب معيك يعني انا مش متعلمة الحاجات دي بس بشوف فيديوهات مثلا بتعجبني بالنظر اجيب حاجات وبتدي انفذها بتبقى سهلة وبسيطة ودي افكار بتستغلي بها الاجازة يعني انتوا لو في دراسة وكده ممكن اعمل ما يعني خدتوا اجازة ترجع تاني احنا في نص السنة في دراسة جاية فانتوا فصلوا شوية وعملوا حاجات هندوميد اكسسورات اعملوا حاجات كتيرة عامل فنية خرجوا نفسكم من المود بتاع المذاكرة وبعد كده عشان لما تيجوا ترجعوا يبقى انتوا جددتوا النشاط تاني فحاولوا استغلوا الاجازة في حاجات مفيدة علشان لما تيجوا ترجعوا للدراسة تبقى انتوا استغلتوها صح ما تبقاش مثلا قاعدين بتفرج على التيفي او بنلعب وخلوق تحبوها هتغير المود وفي نفس الوقت هتبقى انت عملت يعني لو عملت السلسلة اللي بتلبسيها مثلا في الدروس او في الكرسات او في الجامعة او في المدرسة عادي هتلاقوا نفسكم مبسوطين جدا انتوا حاجات عملتوها وما ضيعتوش وقت على الفوضي يعني حتى لو انتوا بتتفرجوا على التيفي او مسلسل او فيلم ممكن تشغلوه انتوا قاعدين بتعملوا حاجات فنية او هاند ميدي يعني مش هتضيعوا الوقت اللي هتقلقوا فهو ده فيديو النهاردة اتمنى اللي هو يكون عجبكو فيديو سهل وبسيطة انا حبيدقوا سوريكو وشكل السلسلة اللي انا عملتها وفكرة بسيطة ممكن تعملوها وتنفزوها مش هتكلفكو حاجة وفي نفس الوقت هتخرجوا التقل لجواكو وحضيعوا الوقت بحاجة مفيدة